أسعد الله ومساكم مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم إلى برنامج تسؤولات هذا المساء نخصصه للحديث إلى أبرز النقاط ومضمون خطاب رئيس الجمهورية أمس الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعة للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة السيد عمر مسعودي نائبي المجلس الشعبي الوطني عن نية تجمع الوطني الديمقراطي سيم سعود أهلاً وسهلاً بك شكراً أستاذ محمد مرة ثانية على هذه الاستضافة الطيبة على المستوى قناة النهار برنامج تسؤولات البرنامج الذي نتابع فيه من ولاية بسكرا كما أزف تحية طيبة لكل متابعين قناة النهار وتحية خاصة لكل مواطني ومواطنات ولاية بسكرا الأعزاء على قلب المتابعين لقناة النهار والتحية موصولة الأخي وزميلي سيد النائب الغالي لنصاري الحاضر معي اليوم في هذا استوديو ما جعلني أتفاعل إيجابياً منذ البداية مرحبا بك وكذلك بسيد النصاري نائب المجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني سيد النصاري مساء الخير أهلاً وسهلاً بك نسأل نور أستاذ محمد لك ولديك الكريم الزميل المحترم السيد مسعودي ولكل طاقة من قناة النهار المحترم نحييكم على الاستضافة وتحية لكم ونحن كذلك نسعد ونحن كذلك نسعد باستضافتكم أمثلكم نواب الشباب في المجلس الشعبي الوطني كسؤال أول نبدأ بك كسي عمر مسعودي بالحديث عن خطاب رئيس الجمهورية أمس المواجهة للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعا كسؤال أول ممدأ أهمية التأسيس لهذه السنة الحميدة أين المسؤول الأول يعني البلاد يوجه خطاباً لشعب عبر مثلي الشعب شكراً أستاذ محمد في البداية نحن كنواب عن أستوى البرلمان الجزائري بغرفته نثمن هذا الإجراء وهذا النشاط الدستوري الاستثناء مرة أخرى كباقي النشاطات الاستثنائية التي يقوم بها السيد الرئيس سيد عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم هذا الإجراء عبارة عن خطاب لأمة يعد أكيد حدثاً كبيراً في تاريخ التجربة السياسية في الجزائر لأنه يرسي بكل حقيقة وبكل صراحة تقليداً دستورياً محموداً ومعمولاً به في العديد من الدول وأيضاً أستاذ محمد فرصة حقيقية لتقييم مرحلة الأربع سنوات من العهدى الانتخابية وكل ما تحقق من إنجازات والتزامات بالإضافة إلى التحديات التطرق إلى التحديات التي تواجه الجزائر داخلياً وأقليمياً خلال السنة القادمة أيضاً رأيناه كنواب للبرلمان كرسالة تقدير من طرف السيد رئيس الجمهورية للمؤسسة الشريعية لما كان لها من دور في المناقشة والإثراء والمسادقة على مشاريع القوانين التي بادرت بها الحكومة وجاءت بها لقبة البرلمان والتي هي في الحقيقة في صميم التزامة السيد الرئيس تجسيداً دائماً لمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ممتاز سيد نصاري بالحديث عن هذا الخطاب السنوي فرصة لرئيس المخاطبة ممثلي الشعب طيب نقطة جد هامة وثمنتم هذا الخطاب السنوي وهذا النشاط الدستوري يعني عندما نتحدث تأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعة أولاً بسم الله الرحمن الرحيم طحية طيبة لكم مجدداً سيد أستاذ محمد نحن على مستوى البرلمان بغرفتيه نثمن ونثمن بشدة هذه السنة الحميدة التي أسسها السيد رئيس الجمهورية الذي يعتبر ممهد لسياسة جديدة ولديمقراطية تشاركية جديدة أول رئيس منذ الاستقلال اشتدعى البرلمان بغرفته ليؤسس لخطاب الأمة يعتبر هذه السنة بناء على دستوري بناء على صلاحياته نحن وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني نشد بيده لأن المجلس الشعبي الوطني الجديد يعتبر لبنى من لبنى التزامات السيد الرئيس الجمهورية بتجديد مؤسسات الدولة منها البرلمان ومنها تجديد النصفي أيضا نثمن ما جاء في مضمون هذا الخطاب التاريخي للسيد الرئيس الجمهورية والذي يعبر عن التزاماته الـ 54 التي قام بوعد الشعب الجزائري باعتباره وعد ونفذ ما وعد به ونحن نلمس ذلك على أرض الواقع ويعتبر هذا التأسيس سنة لكل البرلمانات القادمة ولكل الأجيال القادمة على أن السيد الرئيس الجمهورية اليوم عبد المجلس تبون قام بوضع لبنى حقيقية وتأسيس جديد لأن التاريخ يسجل يسجل من أحرف من ذهب كما سجل نضال أباؤنا وأجدادنا لاستقلال الجزائر اليوم السيد الرئيس الجمهورية يؤسس لسياسة جديدة يؤسس لبناء مؤسسات جديدة خالية من كل الشواب السيد الرئيس الجمهورية أكد أن المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة نضيف هذه التصريحات نعتبرها فخرا لنا ونعتبرها شهادة نعتز بها ونفتخر بها أينما كنا وأينما حللنا وتعطينا دفعة جديدة لبناء مؤسسات الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة والمقدرات التي قمنا بها وعمل جبار جدا من خلال التشريعات التي سبقت سبقت الدورتين السابقتين ومن خلال هذه الدورة نؤكد عزمنا وتأكيدنا أننا نقف على يد رجل واحد مع السيد الرئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة ولبناء الجزائر الخالية من كل الشوائب السابقة التي أكادت أن تؤدي للدولة إلى الانهيار نحن دائما واقفون وعلى قلب رجل واحد مع السيد الرئيس الجمهورية ومع كل مؤسسات الدولة لبناء هذه والحفاظ على وطننا المفدى طيب سيد عمر مسعودي سيد الرئيس في خطابه يوم أمس لأمام غرفتين البرلمان المجتمعتين بقصر الأمام أبرز العديد من مكاسب المحققة خلال أربع سنوات الماضية عندما نتحدث في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي نبدأ في المجال السياسي عندما نتحدث عن بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة أنتم أعين من الشباب لي وصلتوا إلى المجلس الشعبي الوطني يعني أنتم فيه برلمان جديد الآن يعني فيه حركية كبيرة خاصة عدم نتحدث عن وصول الشباب إلى هذه المجالس شكراً مرة أخرى أستاذ محمد وقبل الإجابة على سؤال تاك ثاني أضرأت وبرك عطفاً على كلمة أخي السيد النايب غالي احنا الشيء اللي عجبنا الأمس يعني في خطاب سيد رئيس الجمهورية كان لقاءاته مع سادة الإعلاميين ومبثلي وسائل الإعلام تلك العفوية تلك النية السادقة مع شعبه تلك الأنفة تلك الرجلة إن صحها التعبير في التعبير على موقف الجزائر في العديد من المواقف ارتياح كبير على مستوى الأسرة التشريعية لدى متابعتنا لخطاب سيد الرئيس الجمهورية الذي كان شجاع شجاعة سياسية كما عاهدناه في طرح وبيّن على إلمام العديد من الأمور ربما لا نقدره نحكم عليها ولا نقدره نقوله سيد الرئيس ربما ما على بلوش لا سيد الرئيس على باله بكل كبيرة وسغيرة ويتابع وملم بكل شؤون المواطن الجزائري وشؤون الدولة وكما قال سيغالي نحن نشد على يده ونحن معه من أجل هذه الجزائر الجديدة التي نريدها واقعا حقيقيا يعيش فيها المواطن الجزائري وبالرجوع إلى سؤالك سيدي الكريم أكيد سيد الرئيس مع وصوله لسدة الحكم رأى أن هناك من الضروري إحداث تغيير في المشهد السياسي يؤدي تغيير هذا كان يجب أن يكون على مستوى المؤسسات السياسية وأداءها وذلك من خلال كان هناك تعديل الدستور 2020 وكانت هناك العديد من الإجراءات مثل الإجراءات الانتخابات النيابية والمحلية والتي كانت شفافة يعني وبعدة كل بعد عن الممارسات السابقة والدليل حضور معك اليوم نائبين جايين بفضل هذه الإصلاحات نائبين جايين من الجنوب الكبير ومن الجنوب ممثلين للدوائر الانتخابية كما يقولوا في قائمة على الأقل من ربعين سنة هذه ربما الفرص ما كانتش تتاح لباقي الشباب في مرات سابقة اليوم لا نحن نواب ونحن نموارس الدور التشريعي والرقابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كانت أيضا هناك أخي محمد حيوية كبيرة ظهرت خلال سنوات الأربع من حكم السيد الرئيس فيما يخص مراجعات كبيرة للقوانين خاصة تلك النظمة للقطاع الاقتصادي كلها بعث الحياة السياسية وما يرتبط بها من مجالات عدة صحيح سيد الانصارية نقطة جدها ما تحدث عنها سيد عمر مسعودي عندما نتحدث عن هذه الإصلاحات السياسية الكبيرة عندما نتحدث عن بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة اللي فيها شبابة الآن طبعا سيد رئيس الجمهورية وهو مشكور ومشكور جدا من هذا المنبر نجدد له تحيتنا لأننا نحن الشباب في عهدته وجدنا حقنا في ممارسة حقيقية للسياسة والديمقراطية نحن في أزمنة سابقة كنا لا نحلم حتى إلى دخول إلى القوائم الانتخابية اليوم بفضل السيد رئيس الجمهورية وبفضل تعديل قانون العضوي المتعلق بالانتخابات تم تمكين حق الشباب وحق أيضا النساء في التمثيل على مستوى المجالس سواء المحلية سواء الوطنية نحن اليوم السيد رئيس الجمهورية من خلال الإصلاحات السياسية كما ذكر الزميل عدل الدستور باعتباره اللبنة الأساسية لكل القوانين أيضا تعديل القوانين القانون الانتخاب الذي يعتبر اللبنة أيضا لأن الشعب هو الذي يعرف منتخبه القوائم المفتوحة القوائم المغلقة كانت تؤدي إلى سلوكات شائبة شابتهم ممارسات ممارسات يعني كانت هي التي أدت إلى برلمانات أو مجالس ليست كفأة أيضا سيد رئيس الجمهورية من خلال رؤيته وإستراتيجيته على الديمقراطية التشاركية أدى إلى تأسيس مؤسسات مؤسسات لتسيادة مؤسسات تمارس حقها سواء لتوجيه الرأي العام للمجتمع المدني كما سمها السيد رئيس الجمهورية وباعتبار لإنشاء المرصد الوطني المجتمع المدني الذي يعتبر رأي عام للدولة يعني للمجمعيات سواء المحلية أو الوطنية كانت غير مشاركة سواء في التنمية المحلية أو سواء على مستوى الوطن اليوم السيد رئيس الجمهورية أنشأ المرصد الوطني المجتمع المدني باعتباره لبناء أساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية لإشراك الجمعيات سواء المحلية أو الوطنية في اتخاذ القرار في التنمية في الرأي السياسي في الرأي العام في توجيه الرأي حتى السيدة الجمهورية أعطاها الحق في التعامل مع المؤسسات الدولية ولكن باحترام السيادة الوطنية وباحترام الجزائر أيضا استحدات مؤسسة الشعب المجلس لعلى للشباب الشباب كان غير ممثلي كان ضائع اليوم لما نرى المجلس لعلى للشباب بمختلف مكوناته ومختلف أعضائه نفتخر بهذا المجلس السيدة الجمهورية من خلال خطابه أكد بأنه لديه ثقة عمياء بالشباب وبالشباب المجلس لعلى للشباب لما نرى الديناميكية والحركية الحقيقية لهذا المجلس نعتبر أننا في الطريق الصحيح لأن شبابنا يجب احتوائه يجب فتح الأبواب له سواء من قبل المسؤولين المحليين أو المسؤولين الوطنيين لما نرى ذلك التفاعل ما بين الوزير والشاب عضو المرصدة وعضو المجلس لعلى للشباب من خلال لقاءات ومشاورات وورشات مفتوحة تحت الرعاية السامية للسيدة الجمهورية نعرف أننا في الطريق الصحيح السيدة الجمهورية دائما ما يحرص على أن يكون أبواب المسؤولين مفتوحة لكل المواطنين يحرص أيضا من خلال تعليمة السيد وزير الداخلية إلى السيدة الولاد إلى استقبال المواطنين السيدة الجمهورية أكد أنه اضطر غير باغي لإقالة المسؤولين لأنهم لم يتحملوا مسؤولياتهم ولأنهم يعتبروا أن تعليمات السيدة الجمهورية مجرد كلام وأن الدولة واقفة على كل صغيرة وكبيرة يجب أن تتغير ذهنيات المسؤولين سواء المحليين أو الوطنيين أن الدولة اليوم واقفة على التزاماتها وأن من يريد عرقلة هذا البسار فهو واهل وهو يعرقل السيدة الجمهورية بحد ذاته طيب نتحدث كذلك عن شق اقتصادي في إصلاحات اقتصادية عميقة كانت فيه قوانين كثيرة تتعلق بإصلاح الاقتصادي تتماشى مع متطلبات تحسين مناخل الأعمال تكرس الشفافية والمساوات بين كل المتعملين اقتصاديين نحكيه على قانون الاستثمار فيه نتائج كذلك تم تحقيقها في هذا الجانب أستاذ عمار عندما نتحدث عن نمو الاقتصاد الذي وصل إلى 4.2% باعتراف من مؤسسات مالية دولية نعم أستاذ محمد كما تفضلت اليوم هناك اعتراف من طرف المؤسسات الدولية المالية باللي هناك نسبة نمو تعرفها أو تشهدها الجزائر المقدرة بـ 4.2% هذا النمو أكيد جاء نتيجة الحركية الاقتصادية اللي أنا نشوفها شخصيا جاءت عمل على التأسيس الاقتصاد المحلي الاقتصاد المحلي لأنه اليوم الجزائر وصلت أنه عدنا نخموا أنه نحروا الاقتصاد الجزائري من التبعية للنفط حقنا المستوى أنه عدنا نفكروا أنه لازم تكون عندنا كما يقولوا صادرات خارج المحروقات وحقنا وحققنا أرقام السنة الماضية وسنة 2022 وسنة 2023 المؤسسة التشريعية أكيد أستاذ محمد لعبت دورها كمؤسسة تشريعية عند نزول كل مشاريع القوانين الناظمة للاقتصاد الوطني كان هناك تفاعل من الأسرة التشريعية أو من البرلمان الجزائري بغرفته تذكرت على سبيل المثال قانون الاستثمار قانون المناطق الحرة قانون العقار الاقتصادي الموجهة لاستثمار كلها قوانين جاءت بها أو بادرت بها الحكومة ونزلت البرلمان وتم إثراءها ومنقشتها ومساد قتاحها من أجل دفع عجلة التنمية على مستوى الجزائر وأكيد كانت هناك العديد من المشاريع الضخمة التي رأي مطروحها اليوم وكشوفت زيارة سيد رئيس الجمهورية الولايات تندوف ومشروع الضغطة غار جبيلات والعديد ربما من المشاريع الاستراتيجية التي عدنا نسمع عليها بعد سنوات كثيرة من اعتمادنا إلا على ثقافة الريع أو اقتصاد الريع وتخلنا في دوليب عمليات الاستيراد العشوائية إن صح التعبير لدخلة ممكن الجزائر في حالة من المجهول اليوم لا الجزائر أظن أو أكد ربما جازما وباتصالات بعض المختصين إن الجزائر من سنة 1962 هذا ورنا عارفين ورنا رايحين هذا ورنا عارفين وشرا نندير وهذا ورنا عدنا أهداف عدنا نهضر على الرقمانة وعلى الاستشراف وعلى الاستراتيجية حتى بالنسبة اسمح لي ربما من الاقتصاد الروح لكي الاكتفاء الذاتي للتغذية عدنا نهضر على الاكتفاء الذاتي عدنا نهضر لبستنا ناخد بها احنا وماكلتنا ناكلوها كما يقولون نزرعوها وننجوها احنا هذه كلها جاءت بكل صراحة يعني وبدون مزايدة وبدون شعبوية كالكثير من المصطلحات عدنا نسمعوا فيها احنا كشباب جامعي ونخبوي ليون في قبة البرلمان سمعناها خلال هذه العهدة بفضل الحكامة على السيدة الرئيس الجمهورية وتسيروا المجلس الوزراء في العديد من الأمور عدنا نسمعوا في شيء ونشوفوها على أرض الواقع من خلال نزول مختلف الوزراء لقبة البرلمان في مشاورات نعمام في مناقشة نعمام عدنا حسين كاين شي راهوا كما يقولوا كما قال سيد الرئيس أمس البلاد رايحة والرايحة تتطور إن شاء الله إن شاء الله طيب سواصل النقاش مع ضيفية لكن بعد فاصل الإعلاني فابقوا معنا أعود إليكم من جديد مشاهدينا لاستكمال برنامج تسولات سيد لنصاري بالحديث عن إصلاحات اقتصادية كثيرة إصلاحات صلب هذه الإصلاحات هو تقوية البلاد عندما نتحدث الآن عن احتياط الصرف لفوق 70 مليار دولار الجزائر لم تذهب إلى المديونية قوانين قانون استثمار قوانين كلها تصب في تحسين مناخ ككل حركية اقتصادية كبيرة عرفتها للجزائر بسم الله الرحمن الرحيم من التزامات السيد الرئيس الجمهورية في خطابه أنه ملتزم بعالم الذهب إلى المديونية وأيضا يطمح إلى تصدير الحديد بعد إنشاء غارج بلاد وبعد الزيارة التاريخية إلى ولاية تندوف وأيضا ستصبح الجزائر أول بلد في تصدير الفوسفات وأيضا نمو احتياط الصرف للجزائر و70 مليار يعني ضعف ضعف جالاكسي دولار الجمهورية لقينا اليوم احتياط الصرف ضعف على ما واش القهر النهار لو الكيجا أيضا أن السيد الرئيس الجمهورية من خلال عدة قوانين التي شاركنا فيها على مستوى البرلمان قانون الاستثمار كما ذكرت سبيل زميلي قانون النقد المصري في قانون العقار الصناعي قانون العقار يعني كل القوانين إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار يعني وإنشاء فروعها على مستوى الوطني أيضا اشترجاع الأموال المنهوبة 30 مليار عقارات وأعيام مالية سواء في الداخل وأيضا أكد السيد الرئيس الجمهورية أن الدول التي لديها أموال يعني مسلوبة من قبل من سابقا يلتزمت يلتزمت أنها ستتعاون مع الجزائر يعني هذه إنجازات كبيرة أيضا 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 أن القضاء على 26 ألف شركة وهمية يعني مما التي كانت تنخر الاقتصاد الوطني باستنزاف العملة الصعبة أيضا الجزائر مصنفة من قبل الممتحدة من دول المناعة يعني يعني أنها من قوة من الدول التي لديها مناعة من المديونية ومن العراض للتعرض الاقتصاديا وحتى حتى في التغذية يعني في الدول الإفريقية الجزائر مصنفة من الدول التي ليست لديها أزمة التغذية يعني حتى على المستوى القريب عدنا اقتصاد قوي عدنا نمو اقتصادي قوي يصل إلى 4.2% يعني حتى دول كبرى حتى دول كبرى لا تصل إلى هذا الرقم في هذا الظرف الحساس أيضا الإصلاحات الكبيرة في اتحداث وزارة وزارة الصناعة وإنتاج الصيدلاني يعني يصبحنا ننتج أدويتنا وتقريبا 70% من الإنتاج المحلي من الأدوية منتوج محلي يعني هذه سابقة يعني وهذا تحدي كبير من قبل المؤسسات الجزائرية أيضا نحن نطمح إلى صناعة حقيقية من خلال شركات يعني تصنيع السيارات لأنه للمجرد تصنيع سيارات كما كان تركيب تأبي قطع غيار تأبي تركيب جيب وركب اليوم اليوم شركات من خلال شركات يعني مؤسسات ناشئة للشباب أصبحوا ينتجون مختلف المنتجات سواء كهربائية سواء أمور وتعاملوا مع المصانع يعني هذه أمور كلها جيدة جدا طيب سي عمر مسعودي بالحديث عن المكتسبات الاجتماعية التي هي كثيرة نتحدث عن زيادة في الأجور المنح كانت فيها ترسيم متعاقدين كذلك نقاط كثيرة عندما نتحدث عن الجانب الاجتماعي شكرا أستاذ محمد أكيد الجانب الاجتماعي أو الطابع الاجتماعي المحافظ عليه من طرف الدولة الجزائرية رغم كل التحديات والرهانات التي مرت بالجزائر بداية بالأزمة العالمية لجائحة كورونا والعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية التي كانت عندها الأثر المباشر والغير مباشر على الجزائر ولكن الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية حافظت على هذا الطابع الاجتماعي من خلال تحقيق العديد من المكتسبات ما يخفلك أستاذ محمد وانت على يقين أكيد من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 20 دينار جزائري وأصبح من 18 ألف دينار أو أقل من 30 ألف كانت هناك مساعدات مالية للمهنيين المتضررين من جائحة كورونا والتي مست حوالي 141 ألف حرة في كذلك زيادات في الرواتب على المدى السنتين 2023-2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار جزائري إلى 8500 دينار جزائري حسب الرتب وهو ما يجعل أستاذ محمد هذه الزيادات خلال السنوات الثلاثة القادية 23-2324 تصل إلى 47% وبالتالي كانت هناك مراجعة حقيقية لسلم الأجور الدفع الرفع من قيمة المعاشاش إقرار منحة البطالة اليوم مراه حوالي مليونين شاب يستفيد من هذه المنحة أيضا كانت هناك مراجعة للقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الموظفين التي تعود بالشيء الإيجابي على حياة كما يقول الفرد كانت هناك العديد من الإصلاحات والمكاسب الاجتماعية حبينا ولا كرهنا هذا هو الواقع وهذا هو الشيء وما يقدر ينكر حتى واحد هذه الأمور التي كما يقول عارفين بالشعب الجزاري يطمح إلى الكثير عارفين بالشعب الجزاري طامع في حكومته طامع في رئيسه لأنه الرئيس أصلا شعاره المواطن البسيط خط أحمر وبالتالي كل الإصلاحات وكل ما يأتي وكل ما يدور في دوليب بولا في دوليب السلطة هنا هو خدمة للمواطن وهذه قرارات السيد الرئيس الموجهة مباشرة لكل الوزراء خدمة المواطن الجزائري بدون هودة أيضا كان هناك كما قلت زيادة في المعاشات زيادة منحة المعاقين رفع منحة التضامن يعني العديد من الأمور لسرات كما قلت إدماج حوالي ستمية ألف ستمية ألف من أصحاب الإدماج المهني توظيف حوالي ستين ألف أستاذ متعاقد اليوم نشهد توظيف أكبر عملية توظيف على مستوى قطاع التعليم العالي حوالي ثمين ألاف صاحب كما يقول دكتورة يعني في حقيقة هناك إنجازات لا ينكرها أي جاحت أكيد ربما ربما فقط ربما فقط على المستوى دايما نقول هذا المستوى الواقع من زال ما كانش الإحساس المباشر لدى المواطن على المستوى القاعدة نظرا للتضخم ولكن سيد الرئيس أمس أقر في خطابه أن في نسبة التضخم في الجزائر هناك تراجع يعني ملحوظ تراجع ملحوظ إن شاء الله سنة 2024 يكون فيها الخير من خلال قانون المالية الذي وقعه سيد الرئيس يوم يوم 24 ديسمبر وفيه العديد من النقاط أنا حذرتها يعني ربما يسفح الناش للوقت برك فرصة واحدة أخرى به نرجو حتى النقاط هذه وكيف سيتم التعامل معها ابتداء من 1 جنوبي 2024 إن شاء الله مكتسبات اجتماعية كثيرة يعني خاصة عندما نتحدث عن زيادة في الأجور والرواتب طبعا الدولة الجزائرية دولة اجتماعية بامتياز والسيد الرجمهورية يؤكد في كل مرة أننا لننتخل عن طبيع الاجتماعي للدولة اليوم المواطنين من خلال قانون المالية 2023 كانت هناك زيادات معتبرة في أجور الموظفين وأيضا في عدة قطاعات تمت زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى من الأجور وتوظيف وعدة السنة المالية 2024 شهدت أيضا زيادة في الأجور وأيضا عدة أمور من شأنها من تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري والموظف الجزائري وأيضا عدة قوانين مطروحة على مجلس الوزراء منها متعلقة بالإمام متعلقة بالأسلاك متعلقة بالطبيين وشبه الطبيين كل هذا من شأنه تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الجزائري أيضا أؤكد من هنا سأسمحكم فقط يرفع على مسامعنا هذا صلاتي العشاء الله صلاة الجميع عودة إلى البلاتو ورحب بضيفية في البلاتو وكل من سيد عمر مسعودي نائب المجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الدموقراطي وكذلك سيد غالي النصاري نائب المجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني سيد النصاري قبل الأذان كنت حتو عن المكسب الاجتماعية التي تحقت وكانت عندك فكرة كنت حاب تضيفها طبعا فكرة مهمة جدا لأن قال لك الخير ذكره وما تنساش نحن نثمن المجهودات التي تبدلها الدولة الجزائرية وما نكرش الخير وخاصة نحن الولايات الحدودية الولايات العشرة الجداد التي أسسها سيد رئيس الجمهورية هذا الالتزام وهذا العهد الذي قام به ووفى به في أسرع وقت يعني عام من خلال وخاصة في أزمة كورونا أزمة اقتصادية ولكن تحدي كان كبير الولايات الحدودية عندها عندها طبيعة خاصة وعندها طبيعة جد مهمة جيو استراتيجية وخاصة في برج برج المختار السيدة الجمهورية نصف ساعة هو يتكلم عن الناس برج المختار وهو أدر الناس في برج برج المختار في برج برج المختار قبل عشر سنوات طرقات منشآت مديريات توظيف أمور جدا تحسب للقيادة الرشيدة للدولة الجزائرية اليوم ما علينا نحن كمنتخبين أو كمواطنين أن نرافق السلطات المحلية لتجسيد المبالغ المالية المرصودة لأجل التنمية اليوم الدولة ما بخلطش عين أبواله سواء عن طريق الطرقات التنمية المحلية يعني سكنات يعني الخير ره متوفر العيب علينا احنا العيب البلاد أعلم ما لها اليوم المنتخبين المحليين خاصهم يتحملوا مسؤولياتهم وهما اللي راح يطبقوا تنمية ودراهم هذه اللي راح مدتها الدولة وهما اللي راح يطبقوها المسؤولين سواء الوالي أو المديريين أو المنتخبين يعني من رؤساء المجالس البلدية من هذا المنبر نجدد دعمنا لسيد رئيس الجمهورية ونجدد لقاتنا سيد رئيس جمهورية أننا نشد على يده وأننا نحن سكان برج برج مختار سنظل ممتنين له من زيارته لبرج برج مختار وهو والي إلى اليوم وهو رئيس جمهورية يعني على يده أصبحت بلدية وعلى يده أصبحت دائرة وعلى يده أصبحت ولاية والقادم أفضل بإذن الله طيب سي عمر مسعودي بالحديث عن سياسة الخارجية للجزائر الجزائر صوتها مرفوع ومسموع في كل المحافل الدولية ونتحدث بفخر عندما نتحدث عن انتخاب الجزائر في منصب غير دائم في مجلس الأمن دبلوماسية الجزائرية التي عادت بقوة على ساحة الدولية شكرا سيد محمد أكيد منذ بداية العهدة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية ونشاطه في الدبلوماسية يعرف حيوية لافتة مما سمح الجزائر ربما باسترجاع نسق مهم في العديد من العلاقات يعني وأيضا نجح ربما السيد الرئيس في هندسة وهذه جعلته كما يقولوا الاستثناء ثاني دائما نجاح السيد الرئيس في هندسة علاقات خارجية تجمع ما بين البعدين السياسي والاقتصادي وهذا ما يحسب له فعلا ويجعله الاستثناء دائما هناك أيضا كما قلت أستاذ محمد دبلوماسية كانت فعالة جدا أهلت للجزائر بالظفر بالانتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 24-26 والتي ستدافع من خلال هذا المنصب للجزائر عن كل القضايا العادلة بما فيها القضية الأم القضية الفلسطينية وكما أكد سيد الرئيس الجمهورية نحن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومع فلسطين ظالمة أو منظومة وأيضا القضية الصحراوية التي هي على مسواهية الأمم المتحدة في إطار تصفية الاستعمار كل هذه المواقف وكل هذه القضايا وغيرها من القضايا العادلة كما قال سيد الرئيس نحن مع الضعفاء مع الدول كما يقول المحتاجة المساندة من أشقائنا من أصدقائنا من باقي الدول سنوظف هذا المنصب إن شاء الله في خدمة الدبلوماسية الحقيقية شكرا لك كلمة آخيرة كذلك عندما نتحدث عن العبدة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الصحة الدولية من خلال السنوات الماضية شهدت زخم كبير ومعدة ملتقيات سواء دولية سواء على مستوى المحلي الجاقمة العربية يعني قمة الاتحاد الإسلامي على مستوى الجزائر عدة انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن يعني وانتخاب أغلبية 184 دولة بالإجماع يعني هذا ما يؤكد حجم الجزائر وحجم قوة الدبلوماسية الجزائرية وامتناع أربع دول يعني هذا انتصار للدبلوماسية الجزائرية وتحدي كبير للرهانات الجيوسية الجيوس سياسية سواء على مستوى الداخل أو الخارج الجزائر اليوم ستظل واقفها مع القضايا العادلة سواء القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا ورأينا في القضية الفلسطينية لن يتزعزع ولن يتزعزع حتى إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القلس الشريفة وأيضا قضية الصحراء الغربية وهي قضية تصفية استعمار اليوم الملف على مستوى الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي التي تفصل الجزائر ليست طرف النزاع الجزائر هي في بيان أول نوفمبر مع حق الشعوب في تقنى المصيرية شكرا جزيلا لك سيد غالي النصاري نائب المجلس الشعبي الوطني عن جبات تحرير الوطنية شكرا كذلك عمر مسعودي نائب المجلس الشعبي الوطني عن تجمع الوطنية الديمقراطية في عشر ثواني في عشر ثواني سيد الرئيس الجمهورية فيها الخير الكثير الجزائر فيها الخير الكثير بسكرة ولاية بسكرة ما نقدرش نكون في منبر إعلامي ما نذكرهاش تنتظر التفاتة حقيقية من السلطات العليا من خلال الاستفادة من برنامج تكملي لتدارك التأخر الفادح الذي كان في السنوات الماضية شكرا لكم برنامج تساولات السلام عليكم